السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية طماطم في المنام للعزباء إذا كانت فتاة عزباء وحلمت بالطماطم الحمراء فهذا يشير أنك سترتبتين برقل برجل صالح وستنعمين بالمال والرزق والصحة إذا كانت الطماطم الحمراء التالفة يدل على تعرضك لخصارة مالية وإذا لم تكن خصارة مالية فربما أنت لا تشعرين بالرضى حي الأمر أو حتى شخص ما فربما تكون علاقة فاشلة قد دخلت بها أو أنك اخترت خيارا أو طريقا ولكن هذا الطريق خاطئ رؤية الطماطم الخضراء للعزباء إذا كانت هذه الطماطم خضراء يدل على أن هناك رزقا مخبأ لها ولكنه سيتأخر قليلا لذلك فلتصبري قليلا لأن تفسير هذا الحلم يخبئ لك خبرا كثيرا والصحة الجيدة والأمور الميصرة بإذن الله تعالى رؤية أكل الطماطم في حلم العزباء فيرمز أكل الطماطم في منام العزباء باختصار إلى الخوض في تجربة سعيدة أو ارتباط ناجح ورزقا قريب حلم الطماطم الكثيرة للعزباء إذا حلمت العزباء بالطماطم الكثيرة والوفيرة فهذا يدل على أنها تتمتع بشخصية جميلة وأنها تتميز بشعبية كبيرة والجميع يكن لها الاحترام كما أن الحلم يشير أيضا إلى النعم والخيرات الكثيرة والزواج القريب إن شاء الله تفسير رؤية شراء الطماطم في المنام للعزباء إذا حلمت العزباء بأنها تشتري أو تأخذ أو أحد يعطيها الطماطم الحمراء السليمة فهذا يبشر بأنها تسير في الطريق الصحيح وأنها تتخذ القرارات الصائبة بزكاء وفطنة وأنها تصرفت بعقلانية وذلك سيجعلها طلق النتائج المرضية وستتحسن أحوالها النفسية والمادية بإذن الله تعالى إذا رأت العزباء أنها تأكل الطماطم الحمراء في منامها يبشر بالخير بأن الله سوف يرزقها الشفاء والعافية إذا كانت تعاني من مرض هي أو أحد أفراد أسرتها وترمز أيضا إلى فتح أبواب الرزق وزيادة البرقة يمكننا القول من ناحية أخرى أن توناول الطماطم الحمراء في المنام يشير إلى أنها تبزل قصارى جهدها لكي تنعم بحياة سليمة وسوف تهنأ بكل ما تتمنى به في الحياة وإلى هنا تنتهى حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة